بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنكمل معاكم إن شاء الله دورة الاب انفنتور ولساتنا بنناقش في أدوات المجموعة سنسورز واليوم رح نحكي عن سنسور حلو كثير ومنسوي من خلاله تطبيقات حلو كثير اللي هو سنسور تحديد الموقع أو اللوكيشن سنسور خلينا نتعرف على اللوكيشن سنسور طبعا يا جماعة اللوكيشن سنسور مهمته تحديد موقعك أثناء المسير بايش أنا ممكن أستخدمه ايش ممكن أني أنا أستفيد منه ممكن تسوي من خلاله تطبيق تبعث للآخرين أو تشارك مع الآخرين موقعك يعني وانت مثلا في رحلة أو في مكان معين تقول لشخص معين أنا في الموقع الفلاني من خلال هذا السنسور يعني هذا السنسور بيحدد موقعك وين انت وبيعطيك إحداثيات خطوط الطول وخطوط العرض وممكن أنت تشاركها مع الآخرين طبعا بدنا نلاحظ ملاحظة أنه هذا السنسور أثناء المسير أثناء الرحلات أحد الإخوة في فيديو المابس لما سوينا حكينا عن مجموعة المابس سألني سؤال حكيلي أنت عطيتنا مثال هذا المثال إنه أنا كيف أستطيع أخد أنا كمستخدم خطوط الطول وخطوط العرض من خلال تحديد موقع تمام تمام طيب أنا بدي العكس بدي أنا أو عفوا كيف بستطيع أحدد موقع من خلال خطوط الطول أنا والعرض انا بدي العكس كيف بدي العكس بدي انا اكتب العنوان وبعدين يعطيني خطوط الطول وخطوط العرض لهذا العنوان او انا اكتب عنوان وروح على الخريطة اللي انا بشتغل فيها على العنوان انا بديش خطوط الطول وخطوط العرض فهمنا الفكرة واذا متذكرين لما احنا طبقنا المثال maps اذا ما تذكرين مابس كنا ندخل خطوط الطول وخطوط العرض ونكتب انتر بناء على هذه القيم روح لي على المكان اللي دخلت انا احداتياته الان بستفيد من هذا السنسور الهوليكيشن سنسور انا ما بدخل خطوط الطول وخطوط العرض بدخل الموقع هو بعطيني خطوط الطول وخطوط العرض او بروح على المكان على الخريطة اللي بالضبط انا موجود فيه فيه من الفكرة طيب خلينا نشرح اكثر عن هذا السنسور اللي شغلين احنا عليه اول ايش خلينا نحكي عن خصائص هذا السنسور بحكي لهذا السنسور يتفعل مش انا قاعد بمشي بعد كديش مسافة يبلش هذا السنسور يتفعل والله بعد ما امشي مثلا انا 10 متر يبلش يعطيني قيم فيه منه شو معنى هذي الخاصية اللي هي distance interval اللي هي بعد كديش مسافة يتفعل هذا السنسور طبعا enable disable شغل وطفي هذي عارفينها ال time interval طبعا مش invertal دايما بالغلط بقولها invertal نعم كيفة ال time interval كل كديش ثواني حدث للقيم الان تشغل الان هنا تشغل السنسور تمام وبلش يعطي قيم كل كديش يحدث قيم بالثواني طبعا هذي دايما بعطينا على ال time interval بعطينا ملاحظة انه هذي حسب نوع جوالك انت فبالتالي مش شرط انه القيم تكون دقيقة ومش شرط انه يطبك هذا الخاصية يعني مش شرط انه انت عطيته هون 6 ثواني انه كل 6 ثواني يعمل ريفريش لا الكيم تمامي جماعة طيب خلينا نروح على البلوكس ونتعرف ايش ما يعطيني بلوكس ايش ما يعطيني احداث ايش ما يعطيني اه الدول اول ايش ما يعطيني الحدث الاول اللي هو اللوكيشن تشينج يعني لما انت تغير موقعك هاي معنته لما انت تغير موقعك بتحب يعطيك اشي ممكن مثلا لما انت تغير موقعك اه مثلا اغير لك في السكرين مثلا لون السكرين وحنا حكينا دايما اه باك جراوند اميج باك جراوند كالر مثلا ممكن عادي ما فيش مشكلة هاي غير لك الباك جراوند وحنا حكينا دايما الحدث ما الو علاقة في الاشي اللي جوده او مش شرط يكون الو علاقة هو بكلك يعني يفضل انه يكون الو علاقة بس مش شرط اللهم انا لما اغير موقعي يغير للون الخلفي تبعت الشاشة عادي زي ما بدي انا الان هوم يعطيك هون عدة arguments مساعدي انه مثلا لما انت تغير موقعك بتحب مثلا يعطيك خطوط العرض بتحب يعطيك خطوط الطول بتحب يعطيك الارتفاع بتحب يعطيك السرعة تمام عادي ما فيش مشكلة وممكن مثلا يكون عندنا هنا لابلز موجودة في التطبيق الي لابل وانو لابل تو لابل ثري ولابل فور واجأ احكي له لما انا اغير موقعي بدي على اللابل وان يعطيني هاي العيبل وان دوت تيكسт يعطيني خطوط العرض مثلا وعلى label 2 يعطيني خطوط الطول هاي على label 2 يعطيني خطوط الطول وعلى label 3 على label 3 بدي يعطيني الارتفاع وعلى label 4 يعطيني السرعة هاي label 4 بدي يعطيني السرعة طيب تيجي تحكي ليه أنا بدي مثلا هذا القيم مش بمجرد التحرك أنا بدي مثلا زر يحدد لهذا القيم معادي ما فيش مشكلة بتجيب بوتون بتحكيه لون بوتون وان دوت كليك هاي وين بوتون وان دوت كليك طبعا هاي بتخليها مثل ما هي اللهم ما بتيجي عنده لما اضغط على البوتون وان اللوكيشن سنسور اشغل اياها يعني ست لوكيشن سنسور ضوت انيبل وممكن له ترو ما في يعني خلص هيك انت هذي الكيامة حددت بناء على انك نقرت على زر وممكن انت مثلا تجيب هنا لابل واللابل مثلا تكله مثلا تم تلقي البيانات وهذا اللابل الفيزابل اللي له تكون فولس ولما يعمل ترو بتيجي بتحكي له مثلا ست لابل فايف ضوت فيزابل بتيجي بتحكي له ترو وخلص هاي الفكرة جاهزة هذي فكرة اللوكيشن سنسور او هذي الفكرة الاولى طيب الفكرة الثانية انه انا بدي اوخذ او خلينا نكمل مناقشة باقي الامور عشان نفهم الفكرة الثانية موجود عندي هون دالتين هذي الدالة الاولى وهذي الدالة الثانية اللي بيحققين الفكرة الثانية الفكرة طبعا هذي الدالة شو بتعمل بتحولي من خطوط العرض لا from address او من عنوان الى خطوط عرض ومن عنوان الى خطوط طول وهذه الفكرة اللي حكيت عنها انا اول الدرس انه انا بدخله الشارع او المدينة او مثلا اسم المطعم وبيحول لي يا لخطوط طول وخطوط عرض تمام جماعة فهمنا الفكرة بيحول لي العنوان لخطوط طول وخطوط عرض يعني مثلا لو جيت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا العنوان اللي دخلته فيه textbox1 يعطيني العنوان اللي أنا دخلته في textbox1.text و textbox1 هو نفس العنوان .text وهذا العنوان بدي يحول لي لخطوط طول وخطوط عرض طب وين دا تروح خطوط طول وخطوط العرض خلينا نقول هاي variable مثلا خطوط طول بدنا إياها x وخطوط العرض بدنا إياها y أو x2 مش مشكلة بتمون وبما إنها أرقام نيجي من كله هذه عبارة عن قيام رقمية وبعدين منيجي من كله خزن لي خطوط الطول في x وخطوط العرض في y منيجي من كله get أو في x2 هذي get x2 طبعا هذي مهارات انتو يعني مستوعبينها تمام طيب وبعدين بنضيفها على البوتون 1 هذا التطبيق ما بدنا إياه بنضيفها على التكست لما أضغط على التكست الموقع اللي أنا دخلته دخلي على هذول الدالتين عشان يحاولوا لخطوط طول وخطوط عرض وخزن لي خطوط الطول وخطوط العرض اللي أنا أخذتهن في المتغير الأول وفي المتغير الثاني طيب تمام لعندهن طيب الآن منيجي من كله get يعطيني خطوط الطول وget يعطيني خطوط العرض اللي أنا خزنتهن وبسو فيهن البدية طب كيف أنا بسو فيهن البدية مثلا باجي على خليني نقول هذا ما بدنا شيئا ما بدنا إياه delete باجي على label 1 هاي set label 1 dot text اظهر لي خطوط الطول على label 1 وخطوط العرض duplicate على label 2 طبعا هن ال x2 اللي هي عبارة عن خطوط العرض خطوط الطول عفوا وال x1 عبارة عن خطوط العرض بس هو خرب الترتيب هن مش خلاف هذي خطوط طول وخطوط العرض ولو ضفنهن على نفس الزر ما فيش مشكلة فبالتالي بصير التطبيق اني أنا بدخل الموقع بضغط على الزر هون بدخل لخطوط الطول وهون بظهر لي خطوط العرض تمام لعندهن تمام لعندهن اظهرتين طبعا انا كيف هذول الكيم بده ادخلهن على خريطة وخلي الخريطة تجيب اللي صورة الموقع مثل التطبيق الموجود في السيارة خلينا نيجي موفي عندنا احنا تطبيق جاهز نيجي على ومنيجي عند maps أفوا هذا التطبيق عندي هذا التطبيق جاهز وباجي على هذا التطبيق بحكيله طبعا انا بده اجيب هنا اللي هو من عند السنسورز بده اضيف سنسور اللوكيشن سنسور هذا اللوكيشن سنسور طبعا احيان ليش ما ظهرش لاني انا محدد هذه الاداة باجي بحدد سكرين وبضيف اللوكيشن سنسور هاي انضاف اللوكيشن سنسور طبعا انا اشي عملت عملت ريفرش لا الصفحة عادي ادعال لك معك التطبيق ما فيش مشكلة بتعمل ريفرش ما هو موقع انترنت هاد بتعمل ريفرش عادي ما فيش مشكلة هاي ضفنا اللوكيشن سنسور وبعدين منيجي هون عندي اللوكيشن سنسور بنحكيله يا لوكيشن سنسور اعطيني هاي لوكيشن سنسور حول لي خطوط الطول وخطوط العرض لا او الموقع لخطوط طول لخطوط عرض وبضيف هون كمان تكست بوكس هاده تكست بوكس تانا لو ضفتها هون انتو بترتبوا شغلكم ما فيش مشكلة بنضيف تكست بوكس ومنيجي على تكست بوكس 3 ضد تكست بناخد اسم المنطقة ما هي نفس اسم المنطقة او بتخزنها في متغير بعدين منيجي منحكيله بدنا كمان متغيرين فمنيجي منحكيله هذا المتغير الاول اللي هو اكس والمتغير الثاني اللي هو واي في المتغير الاول بدنا نخزن الكيم الاولى وفي المتغير الثاني بدنا نخزن الكيم الثانية هاي في المتغير الاول خزننا الكيم الاولى وفي المتغير الثاني خزننا الكيم الثانية مثل ما عملنا قبل شوية والآن القيم الأولى والقيم الثانية نيجي مثلا منضيف بوتون وين بوتون ثري دوت كليك هاي بوتون ثري دوت كليك تمام هاي خزننا القيم الآن الخريطة من وين بدها تأخذ قيمها مش الخريطة بدها تأخذ خطوط الطول وخطوط العرض من القيم المخزن في الـ X والـ Y فبنيجي من كله خطوط الطول اللي هي خطوط الطول عبارة عن X فبنكله خذها من X وخطوط العرض خذها من Y وخلاص وهون طبعا خطوط الطول خذها من الـ Global X وخطوط العرض خذها من الـ Global Y والتطبيق جاهز هون ما عليك إلا أنت ادخل اسم الموقع تضغط على الزر اللي أنا أضفته مباشرة بروحل على المنطقة وبرضو إذا بتحب تظهر خطوط الطول وخطوط العرض على Labelين تيجي بتكله 6 Label 1 و 6 Label 2 وبتأخذ القيم المخزن في الـ X والـ Y وخلاص جاهزة 100% وهذه فكرة Location Sensor بس شغلة على السريع منيجي عند الماب ومن كل الماب خليه مرتبط مع Location Sensor 1 وبس الله تكون العافية